أول حالة سأسألك عليها البريكس إيه أهمية البريكس أن إحنا دخلنا في منظمة البريكس وحيفيدنا إزاي وهل فعلا إحنا هينفع نستخدم عملات محلية ولا لا بصي البريكس مبدئيا هو وكت كلمت عنه فيديوهات كتير قبل كده إنه منظمة بشكل ما بتواجه الهيمنة الدولارية على العالم بالضبط الدول اللي عملت البريكس أو اللي أسست البريكس كنا من اسمه يعني كلمت على قبل كده إنه البي برازيل الار راشا الاي انديا السي تشاينا وانضمت لهم مؤخرا كانت جنوب أفريقيا لأس ساوث أفريكا الفكرة في إيه الفكرة إنه الدول دي بتعمل تبادل تجاري بينها وبين بعضها بين العملات البينية بتاعتها بعيد عن الدولار علشان يخف ضغط على الدولار وبالتالي ما يبقاش فيه اللود اللي موجود عند الدولة وعند المؤسسات أي دولة مين الدولة للبريكس كلها؟ إنه يبقى فيه بشكل ما دماندا أو طلب كتير على الدولار فطبيعي كده كده لما ده يحصل بس طبعا يعني ده ما بيحصلش من يوم وليلة ده بيحصل على كذا سنة فعشان نشوف تأثير البريكس للدول المنضمن البريكس هتاخد شوية وقت ولكن شوية وقت اللي هم قد إيه إحنا بنكلم مثلا في 15 سنة ولا بنكلم في 20 سنة ولا بنكلم في سنتين تالتة من خمس سنين وطالع يعني نقدر نتكلم إن إحنا نشوف بعينينا تأثير البريكس من خمس سنين وطالع وخدي بالك من حاجة السيب تاعة شاينة دي من أكبر اقتصادات العالم اللي موجودة دلوقتي ومتوقع خلال الكام سنة الجايين إنها تبقى أقوى اقتصاد في العالم وتدي كتف قانوني كده الأكبر اقتصاد حالي وغلولات المتحدة فبالتالي نوعا ما الاقتصاد رايح ناحية الجزء الشرقي شوية اللي هو الجزء بسمونه المعسكر الشرقي الصين والهند والدول دي كلها ومتوقع إنه باقتصاد الدول دي أكبر بكتير جدا من اقتصاد الولايات المتحدة فبالتالي من مصلحة الدول المنضمة للبريكس وأكيد منهم مصر إنه يبقى فيه انتماء بشكل ما للاقتصادات الكبيرة دي وإنه يبقى تبادل التجاري بيننا وبينهم بالعملات بتاعتنا المحلية زائد إنه ده هيخف من الضغط على الدولار زي ما قلت من شوية فبالتالي الدنيا هتهدى شوية